ومشاهدين الكرام ما زلنا نتابع مع حضراتكم في تقطياتنا الحية والمستمرة على مدار الساعة مجريات الانتخابات الرئاسية في الخارج حيث يواصل المصريون في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى الغد بإذن الله في مقار السفرات والقنصليات المصرية حول العالم هذا قد بدأت في العاشرة من مساء أمس عملية التصويت اليوم الثاني في دولة نيوزيلندا لتكون بذلك أول دولة تنطلق فيها فعليات اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصرية في 121 دولة حول العالم والتي صدر قرار ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعنوينها وسوف تستمر عملية التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج حتى غدا الأحد بإذن الله بالفعل انتهت أو أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية كافة الاستعدادات لعملية التصويت في هذه الانتخابات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كاف له لهم الدستور وقد قامت تغلبية السفارات والكنسوليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل وعلى المواقع الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتأسيرات المتاحة خلال عمليات التصويت أيضا أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية النوعية التي تتواجد في مقر السفارات والكنسوليات هذه اللجان الفرعية موجودة طبعا في بعض المدن بعيدة عن العواصم الدول وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابية الفرعية التأكد من تمام تسليل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقياته في الانتخابات في الواقع أن الجهود المفذولة في هذه الانتخابات الرئاسية ليس فقط من قبل سفرات والبعثات الدبلوماسية الرسمية ولكن أيضا من قبل الجاليات نفسها هناك ورؤساء الجاليات المصرية في هذه الدول والروابط المحلية وبيت العائلة الموجود في بلدان عديدة يعني رؤساء هذه الروابط والجاليات والمصريين النشطين والفاعلين في هذه الدول وقع عليهم عبء كبير في القيام بالترويد وبالتفاعل وبدعوة المصريين في دولهم للتوجه لمقر اللجان الانتخابية وتزليل أيضا العقبات لهم والتعاون الإيجابي بين المصريين في الخارج كي يخرج المشهد الانتخابي في أكمل صورة ولكن لماذا هذه الانتخابات الرئاسية يعني تمثل استحقاقا بالغ الأهمية هو بالفعل بيرسم ملامح مستقبل الوطن بيرسم فيه المصريون في الخارج صورة مشرفة ومشرقة للوطن عبر إقبالهم الكبير على لجاني الاقتراع وهو ما يؤكد الوعي الكامل بأهمية هذه المرحلة وبضرورة المشاركة البناء من أجل مستقبل بلادهم ويعني ما شهدناه بالأمس في اليوم الأول من الانتخابات بالفعل شهد مشاركة فعالة من جانب أبناء مصر بالخارج منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق الصناديق في آخر اليوم وهو معبر عنه المتحدثون معنا اليوم بأنه كان أعداد غير متوقع في بعض الدول رغم أنه كان يوم عمل في بعض البلدان وكان هناك أجواء برودة في بلدان أخرى لكن رغم كل هذه الصعوبات أو المعوقات حرص الجميع على المشاركة في مشهد وطني عظيم مع هدف واحد فقط هو رفع راية مصر عاليا ودعم استقرارها واستكمال مسيرة التنمية أيضا أشهدت الجاليات المصرية بحسن سير العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت وكم أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي تبعناه صباح اليوم ومن خلاله تحدث السفراء والمشرفون على اللدان الانتخابية في مختلف الدول تحدث سفراء الدول عن السهولة واليسر والسلاسة في الإجراء الانتخابات الرئاسية في دولهم